خليني بقى نتكلم في موضوع بيهم أغلب الأمهات اللي بتواجه تحديات كبيرة بخصوص تغذية طفلها في السنة الأولى من عمره وهنا تبتدي بقى الأمهات تسأل وتبتدي تستشير إمتى بتدي دخل الأكل لإبني؟ إمتى يشرب الميا؟ إيه نوع الأكل اللي يتقدم له في أول شهور في عمره؟ يا طرق نكتفي بالرضاعة الطبيعية أول ست شهور؟ ولا المدرسة الثانية اللي بتقول لا نستنى عليه سنة؟ ولا أيام جدتنا اللي كانوا بيدخلوا الأكل بعد شهرين؟ ضفنا النهاردة في الستوديو الدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديث الولادة هيكلمنا أكتر وحيعرفنا الطريقة اللي لمشي عليها في أول سنة في عمر الطفل صباح الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدين صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور أهلا بحضرتك قصة الأكل دي واحدة من المشكلات اللي بيحصل عليها يعني نقاش وجدل كبير بين الأمهات الصغيرين وأمهاتهم أو الجدات اسمحيني في البداية احتفالاً احنا احتفالنا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بالأسبوع العلامي للرضاعة الطبيعية الأمم المتحدة الـ WHO واليونسيف عامل أسبوع كامل في الأسبوع من 1 ل7 أغسطس أسبوع عالمي للرضاعة الطبيعية لأهمية الرضاعة أول غزاء بياخده الطفل أول طعام بياخده الطفل هو حليب الأم الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية احنا بنؤكد على كل أم استقبلة مولود بنقول لها لازم تبدأ في الرضاعة الطبيعية فوراً بعد الولادة المباشرة من الساعة الأولى أول ما تستجد تستجمع قوتها وإنها جاهزة أنها تردع تبدأ في الرضاعة الطبيعية لبن الأم هو الرضاعة هو الطعام الأمسل أحنا بنكلم اللي اتنين أمهات اللي ولدت طبيعي واللي ولدت قيصري أه طبعاً احنا طبعاً نتمنى أنها تكون ولدة طبيعية لأن انت عارف أن الولادة الطبيعية دي بتحفز الجهاز المناعي للطفل أسرع من اللي بتولد ولادة قيصرية الرضاعة الطبيعية أيضاً بتحفز الجهاز المناعي وبتنشط المناع عند الطفل أكثر من الطفل اللي بيرضع الرضاعة الصناعية لكن عايزين نقول لأي أم ما تضعيتش رضاعة طبيعية ما تزعليش وما لاش ضغط على عصابك الرضاعة الصناعية طالما أن ما فيش إمكانية الرضاعة الطبيعية ما تزعليش هتؤدي الغرض وهتدي صحة ونمو طبيعي طبيعي لكن عايزين نرجع تاني أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل والصحي والكامل لنمو طفل صحي أول ست شهور وذلك لأهمية وفوايد الرضاعة الطبيعية أول ست شهور دي مش بس تقال مجازة حضرتك أصدق أن أول ست شهور بنعتمد على الرضاعة فقط الرضاعة الطبيعية هي غذاء الطفل حصريا أول ست شهور حتى المية ما بندخلهاش أول ست شهور هتقولي لي ليه؟ هقولك لأن تكوين لبن الأم 87% ونص منه مية اللبن الصناعي شوية مية كده يا دكتور في الحر غذاء متكامل غذاء متكامل ويحتوي على المية فما فيش جاء أن أدي للطفل مية لأن دايما أقول للأم أنت بتردعي مرة واحدة في العمر اعمليها صحة لأن اللي في لبنك مش موجود في حتة تانية مش موجود في الأجزة خانية إكسبت لو الأم اضطرت لظروف صحية لظروف تمنحها من أنها تدي رضاعة طبيعية ما عندهاش لبن عندها أمراض عندها حمى تفويد عندها ضرع النشط عندها ظروف بتاخد أدوية مسهرة أو منومة أو مخدرات أو 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 عندها موانع تمنحها من الرضاعة الطبيعية بنقول لها هنا هتدي رضاعة صناعية لكن رضاعة طبيعية بالنسبة للطفل مفيدة جدا فيه قلنا بتحفز الجهاز المناعي لبن ببلاش لبن مش محتاج أغلية لبن معقم لبن فيه مواد ضد الإسهال بتحميه من الإسهال لبن بيحفز جهازه المناعي بنعتبره أول تطعيم بياخده الطفل هو رضاعة طبيعية بيحميه أنه يؤخر السكر لو هيجيه له سكر بيحميه من السمنة المفرطة لأنه متقاس بالزبط ربنا يسهله ما بيعملش مرس لأنه فيه متقسم الرضاعة الطبيعية دي متقسمة لثلاث مراحل فيه الطبقة الأمامية دي بتبقى أساسا أكترها نشويات وبيبقى لبن خفيف اللي هيتقولك أنا ببله دومي بعدين بتيجي المرحلة الوسطية ده بيبقى فيه بروتينات وفي النهاية بتبقى آخر مرحلة في الرضاعة الطبيعية الدهون اللي بتشبع اللي عشان كده بنقول يعني خدي وقتك في الرضاعة بحيث أنه يوصل لآخر مرحلة وبنأكد على الأم إنها لازم تفرغ السدي قبل ما تدي السدي تاني لأن ساعات الطفل ياخد بقين فبياخد الطبقة الأمامية اللي هي الغنية بالكاربوهادرية فان ببيشبعش أنا كنت حزا لحضراتك على السؤال دي دكتور فكرة أو المدرسة اللي بتقول السويتشيج أو اللي بتقول استخدمي الثاديين في الرضاعة الوحيدة احنا بنفرغ السدي الطفل لو لسه جعان بصي احنا ما عندناش حاجة بروتوكول ثابت لكل الأطفال فيه طفل بيختلف عن طفل فيه ولد بيختلف عن ولد بنت بتختلف عن بنت فاحنا بنقول لها افرغ السدي لو خلصوا ومحتاج يغضع تاني نبتدي في السدي تاني ما خلصوش برجع ابتدي بنفس السدي افرره وبعدين ادي السدي تاني عشان ياخد التلات طبقات زي ما حضرتك قلت الدهون اه تمام احنا بنوصيها ان هي حتى لما الطفل يزهق من السدي تعصر السدي بينزل طبقة دهونية بتدي احساس بالشبع والرضا ولا بتزود الدمان بتزود افراز اللبن افراز السدي يزود افراز اللبن انا دايما اقول لالست الام لما بتجيلي بقول لها انتي بتردعي باي فقط بوصيلي كده باستغراب يعني فبتقول لي بردع بالسدي اقول لها لا انتي بتردعي بمخك الام بتردع بمخها عن طريق السدي ازاي في المخ غدة اسمها الغدة النخمية فيها فصل مسئول الست البسيطة تقول لك انا حطيت العيل في صدري بين صدري صدري حن الكلام ده علمي تماما لما باخد الطفل في حضنه قاسوا اللبن في حضن الام لقوه ضعف اللبن لما يكون الطفل نايم في سرير جنبيها او مع معموتها في القوضة اللي جنبيها وجود الطفل في حضن الام ده بيزود اضرار اللبن عند الام ولذلك دايما نقول ايه يقول لك سكين تو سكين او طمي تطمي يعني ايه ان الطفل يكون متلامس جسديا مع امه او يحط بطنه في بطن الام بعض السيدات يحبوا ايه ان الطفل يكون متعري من هدومه وهي برضو يكون يلامس جسده ده بيزود افراز اللبن الرضاعة الطبيعية مهمة للطفل جدا ومهمة للام هقول لك مثلا بالنسبة للام الرضاعة الطبيعية دي بتساعد على افراز الهرمون الاكسيطوسن هرمون الاكسيطوسن ده هرمون السعادة وهو ده اللي بيرجع حجم الرحم اللي كبر اثناء الحمل لحجمه الصغير الطبيعي الاكسيطوسن ده الرضاعة الطبيعية بالنسبة للام بتساعدها على الرجيم ساعدها على ضيط الام بتستهلك يوميا في الرضاعة الطبيعية حوالي خمسمائة واحدة الطاقة فبترجع لحجمها الطبيعي بساعد ان العضلات يحصل لها كونتراكشن تانية او يحصل لها انقباط تانية هو ده هرمون الاكسيطوسن دكتور انا حقيقة قلت اللي انا ما بديش مية خالص طول الست شهور الاولانية للطفل لكن في البعض بيروح لمدرسة ان انا بدي مية لان اللبن الكتير اللي بياخده لطفل فترة الست شهور ده بيساعد المية لما داله بيخسل المية ده وفي نفس الوقت يعني بيقي او بمثابة حماية من الغازات اللي بديم موجودة عند الطفل لا لبن الام جوه المية امتى بدي الجاء للمية احيانا في فصول الصيف بيبقى الدنيا حر قوي ممكن ادي مية وطبعا نقول كلمة مية دي انا قصد بيها المية من مصدر سليم لان الطفل لسه ما عندوش جهاز مناعي يحتمل الاوبئة او الميكروبات اللي ممكن تكون في مية مش نضيفة مش جاية من فلتر مش معقمة هنا الناس بتغلي المية احيانا ما فيش منع نغلي المية بس ما نغليهاش كتير علشان ما نزودش نسبة الملوحة بتاعتها نغير المعادن والاملاح جواها يفضل مية الفلتر او المية الطبيعية اللي هي في الازايز اللي هي المية المعدنية احنا هي مش معدنية يسمعها مية طبيعية المية الطبيعية اللي هي في الازايز اللي هي بتاعت الابار والام اللي احنا بتتجاوزها بنقول مية معدنية صحيح دكتور يعني اتربنا كلنا على ان احنا جدتنا بيأكلونا من عمر القلبها جامت شوية بتأكل من عمر 40 يوم اللي بتبقى صبرة على نفسها كده بتقوم على طول الدخلة من الشهرين احنا بنحترم العلم والعلم النهاردة بيقولك عارفة لما يقولك مسلسل حصري على القناة الاولى احنا عندنا الرضاعة دلوقتي وما اكثر انفراضاتنا حصري اول ست شهور الرضاعة الطبيعية اول ست شهور ممنوع اي ندخل اي اكل في هذا العمر قبل ست شهور يا دكتور والبسكوتة مشاي بلبن راحت فين؟ لا ده البسكوتة دي قصة تانية بل بسكوتة كده بالشاي كده حقا لا ده البسكوتة دي قصة تانية بقى طب احنا تعالي نقول هنبتدي بعد ست شهور نأكل ايه لا البسكوتة دي لا طب اسمحيلي بس انت احنا بتبحث انا اقولك عالبسكوتة دي اولا البسكوتة دي فيها ايه فيها سكر مش عايزين اول سنه فيها سمنة مش عايزين اول سنه فيها مكسبات طعم مش عايزينها خالص خلاص وبعدين البسكوتة هتديها له ازاي دي ناشفة يبقى انا بابللها يا دكتور بتبليها في ايه في لبن مش عايزين لبن كامل الدسم أول سنة. ما بلها في الشاي يا دكتور. وانا بشرة في الشاي بلها. دي مصيبة سعودة. لسبب ايه؟ واحد. اطلع هتلع طفل التانيك. صاحب كيف. حمد التانيك. حمد التانيك دوت بيقلل امتصاص الحديد. يعني الأنيميا للطفل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في البسكوت ده بقى. انت لما بليته في الشاي حصله ايه؟ تعجن. بقى زي العجينة. العجينة دي بتلزق فين. تلزق في أماكن اللي هتسنن. اللي احنا هنسنن. لسه هنسنن. فتلزق. ابتدى الطفل يسنن وبديله البسكوت ابو شاي. يساعده عالتسوس. يبقى البسكوت ده واحد ممنوع. عشان فيه سكر وانا بشعايزه. فيه سمنة انا بشعايزه. فيه لبن حليب انا بشعايزه. غالص. نمرة اتنين بابلو. فبيتحول اللي عجينة تلزق في اللاسة. ومكان التسنين اللي هيطلع. هيحفر. ويساعد عالتسوس. فلذلك احنا مش عادين. احنا بتدينا التخزيه. بقى فيه نوع من انواع الوعية دكتور. بقى فيه نوع من انواع الوعية عن كثير من الامهات. ان حتى بعد الرضاعة الطبيعية. الامهات بتبقى حريصة انها بشاشة تقوم بلاها وعملة ما بين الاسنان وبين اللسان. علشان الفطريات. يعني بقى فيه الوعي ده. اه مش كده. انا مش عارف اتكلم بصراع عشان ام برضو من ايه. اتعالفة نظر البرنامج للحتة دي. احنا بننظف البق بالزات من. فعلا زي ما الاستاذة قالت. ده لازم ننظف البق بالشاشة بالقطنة. قبل ما نتعلم فرشة الاسنان عند عمرسا. نعم. احنا بتدينا هنأكله عن ستة شهور. بنأكل ازاي بقى. فيه ناس بتدي موز وبتدي احيانا بيبقى اليستفاندي او البرتقان من كلام ده. بنحب نبتدي بالخضار. لكن الفكهة لأ. بناخد فكهة. بس بنحب بالخضار. ليه. دايما لما الام بتبتدي رحلة الفطان من الشعر السادس بقولها حاجة مهمة قاول. بقولها دوقي لبن سديك. تقول ليش مانا. قلها عشان تعرفي الطعم اللي الطفل ترب عليه. لبن السدي بنسميه بلين. ريجولر. متعادل. ملوش طعم. دايما الام قبل ما تأكل طفلها الدوق. اولا ما تدقيش. انت لسانك تتعلم الحلو والحادق والدلع والتوابل وكده. الطفل نتعلم حاجة واحدة. لبن الام البلين اللي ملوش طعم. وهو ده اللي بنبتدي به. لان مستقبلات التزوق عند الطفل بتستسير السكر. عشان كما بنبتديش بالفعل السكر. بنبتدي بالخضار. نبتدي ازاي؟. اولا لازم نبتدي بابسط الاطعمة. ولازم الطعام اللي بقدمه للطفل. يكون مستوي تماما. مستوي تماما. ومهروس. شكا الناس بترجع للكوس. في نقلتين بنعملهم مع الطفل. نقلة الفطام. بقول للام. بتنقلي من الرضاعة. من الببرونة. للمعلقة. لازم الطفل يعرف ان في حاجة حصلت. انا هتنقل من سايل. لسيمي سولد. لنص سايل. لحاجة متماسكة سنة. وهو على قدام شوية لما تكبر شوية في الشهر التاسع. وكده هبتدي يزوقلك شوية كده. اخليه ايه؟ شبه متماسك. عند سنة هأكلك متماسك. لان عندك سنة تقطعلي الأكل. كويس. حاجة تانية بعملها برضو نقلة مع الطفل. دايماً اقول للام. لبسيه دايماً الحفاظ اللي هو تشك تشك. في بعض اللامات يقول لي. ملبسينه اللي هو القستق. اقول لها لأ. لبسيه اللي تشك تشك. اللي هو اللي باللزاق ده. عشان الطفلة ما هيتم سنتين. ونيجي نعلمه. البوتي تريننج. هقولك. قلعيه اللي تشك تشك ده. لزاق. ولبسيه الحفاظ اللي هو باللزاق. عشان هقوله. في حاجة جديدة حصلت. يبقى حاجتين بنعملهم. المعلقة. لأن الطفل في عمر ست شو بيتعرف على أشياء بشفافه. تيجي لأم تقول لك كل حاجة بيحطها في بقى. أيوة. لأنه هو تلامس معاك في أول حاجة بشفافه. ايه نوع الخضار اللي أنا هتدوله في الأول. بالزبط كده. بنبتدي أولاً لازم ناخد بنا لدينا. بنبتدي بنوع واحد. ما نبتديش بنوعين. ليه؟ قد يكون عند الطفل حساسية. لما هبتدي بنوعين مش عارف أنهو اللي عمله حساسية. وقد الطفل يحب نوع ويكره نوع. لما هبتدي بنوعين مش عارف حب إيه وكري إيه. فببتدي يفضل أن أول حاجة أبتدي بيها البطاطس. المسلوقة المهروسة. مش مضروبة في الخلاط. لازم الأم تسمعني وتفهم. أنا مش عايز أضرب الأكل في الخلاط. لأن هكمل غضاعة تاني بس في الخلاط. يعني أنا هنقل بقى الأكل أخده من الخلاط. أحطه في بيبرونا وأكله له لا. أنا عايز الطفل يتعلم حاجة جديدة اسمها البلع. هنقله من المص للبلع. البلع ده ريفليكس. عايز أعلمه للطفل. يبقى أول حاجة أعمله المعلقة. تاني حاجة هبتدي بيها بطاطس مهروسة. طيب عملت البطاطس مهروسة. قديها قدي إيه؟ قدي معلقة. زي معلقة اللي هي اللي بتاع الشاي. أجرب معلقتين. لأن خايف يحصلوا حساسية منها. أجرب ثلاث معلق. أجرب يوم واثنين وثلاثة في الصورة. أنا فهم كده لأنه هدي الخضار مع الرضاعة. طبعا الرضاعة ما تتقطعش أول سنتين. احنا بنقول بعد الشهر السادس الأم بتأكل وتردع. ما عدناش بنردع. بنأكل ونردع. ليه؟ هنا الرضاعة ما عادتش كافية إنها تديني غزاء متكامل بالطاقة لنمو الطفل سليم. لا لكن هي مفيدة أول سنتين. بش بس. يعني أحنا ما بنشجعش إنها توقف غضاعة. ولذلك ما بيديش اللبن الحليب قبل عمر سنة. لكن ممكن ندي الزبادي. وهقول لك ليه الزبادي وليه مش لبن حليب. طبعا ممكن أقطع بسرعة أو الحاجة. معلقة العسل الخطر جدا اللي دايما بتتحطى على الزبادي وهي حاجة يعني عاملة مشاكل كبيرة جدا. طبعا إحنا معنا دقيقة على موجز التسعة. فعاوزين يعني إجابة وفية كده شاملة سريعية. اسمحي ليقولك. السنة الأولى ممنوع السكر. ممنوع الملح. ممنوع العسل نهائيا. ليه العسل لحضرتك؟ العسل ده أول سنة ممنوع نهائي. لأن فيه ميكروب تسموم اسمها البوتيوليزم. بيعمل مرض اسمه البوتيوليزم. ده مرض خطير جدا. نتيجة نوع من أنواع البكتيريا اسمها بكتيريا كولوستريديا. دي ممكن تعمل شلل في عضلات الصدر تخنق الطفل ما يعرفش يتنفذ. ده مرض خطير جدا. البوتيوليزم دي سموم اللي تبقى موجودة في الفسير. عارفة موسي مشامل نسيم يقولك تأخدوا بالك من الفسير. ولذلك احنا منحبش ندي العسل ده أول سنتين كمان. يعني برا مثلا في أمريكا بيمنعوه أول ثلاث سنين. احنا هنا تجاوزا بنيديه بس مش قبل عمر سنة نهائي 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 نهائي. السكة والملح ممنوع نهائي أول سنة. وش الزبادي حنشيله ونأكل أطفال الزبادي؟ الزبادي ممكن لسببين. احنا الموجز حيطلعت بلوقتي حاليا. فعنقدر نقولهم يأكلوا الزبادي بس نشيلوش. أظبوط كده؟ الزبادي ما يكونش يعني الزبادي اللي هو بتاع اللبان. عايزين الزبادي اللي هو المبسطر. حتى نكون معقم. في الحقيقة دكتور يعني نصيح مهمة ومفيدة كلها. وبالتأكيد يعني حلقة واحدة غير كافية لنصيح الأمهات. وتحديدا حديث الولادة كمان ازاي يتعاملوا معاهم. دكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. مشكورة يا فهدم على وجودك معنا في صباح الخير. أنا بشكرك وبشكر المشاهدين. شكرا لك.